أقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم ستي سكايلين طبعا هاي الإضافات الكاملة اليوم أبا أسوي شوي أشياء بين المدن يعني بالمدينة الأساسية بوصل فيها قطار قطار واحدة من الشغلات قطار وبقطار أبدأ هنا شوفوا الحين يبدأ مرحلة التخطيط بنحط قطار هنا عند الطلاب وفي أبا أطلع سكة من هالخطار وأحطي خطار ثاني حق الناس بس أبا يعني أحشره في مكان ما يسوي مشاكل الحين هاي المشكلة إذا حطيتها أي مكان رح يسوي زعاج كبير فأحطيه في مكان ممكن أني أسوي فيه مواصلات تقريبا في نفس الوقت أقدر أشبك النقطتين في بعض خلونا أول شيء نبدأ نشبك النقطتين في بعض بي هذا برفعنا شوي ما عندي مشكلة وما الخطار برفع الخطار شوية ما شوائد وبرجع بلنزلها ترا الصبر مزين وأبا أمد سكة من هني لين وين للخارج الحين سكة يا أني أنا نزلها يا أني أرفعها فوق منه مستوى الشارع طبعا 90% ما رح أقدر أن نزلها لأن أصلا فيه بيكون مشكلة في التنزيل نفسه فبالتالي أبا أرفع الخطار في مكان يكون أنا أقدر أني مثلا أتحكم في الخطار نفسه فإذا أقدر أيب الخطار من هني لين هني بيكون حلو بس بعد ما أقدر يجبرني الجيم أني أيبه وين من هني حاليا وأنا ما با هالشي أنا أبا أقل مدى أقدر أرفع فيه الخطار أقل مدى أتصور بيكون هني اللي هو هذا شوفوا بعدين أقدر أنزلها وين يصار ايوه بعدين أقدر أنزلها وين هني هني بيكون تنزيل الخطار مش بالهايكلة الوايد صعبة بس محتاجة شوي أني أكون صبور في الطريق اللي راح أتخذه لأنه ممكن أنزلها شوي هني أرفعها هني شوي الشارع ما بيرضة يعني الوضع يبالي شوي صبر مش شوي فصراحة شويات صبر لأنه الحين من الموضوع أنك تجرب تحطي الخطار في أماكن نفس هذه والله لا يبريك فلعا تروح فمن الممكن إذا أقدر أحطي الخطار أبقى نزل مستوى قدر الأمكان قبل أن أوصل هذا الصوب الثاني إذا أقدر أسوي بطريقة هاي بعد ممكن بس هني بعد ما بيخليني الشارع أني أسوي هالشي بس إذا أقدر أني إذا أقدر أني أسوي هذا أش لاحظة أقدر تعرف ما شو بسوي بحول الخطار من هني ولا الشارع بالحرى بدف شوي داخل وبيب الخطار وبأخذ نكطة منه طريقة هاي وأقدر عقب أني أنزل من وراء منه وراء هذا المكان لحظة شوي لازم أن نزل شوي بالطريقة هاي بعدين أقدر أيب من نهني إن شاء الله يرضى إن شاء الله ما راح يرضى أكيد ما راح يرضى إذا ما رضى معناه شو لازم أسوي لازم أكسر هذا وإيه بالخطار من هني لين هني وهني لين وين هني وبأسوي من ارتفاع منه الجسر وبالخطار يمشي مع الجسر شوية دين وين دين هني وهني لازم أكون حريص أنا وين أحطي لعسل ما يكسر لي المجاري البحرية ونزلها بالطريقة هاي وهذا شو بسوي فيه طبعا صديقنا موبت ونزين نسوي بالطريقة هاي ونحطي هذا شوين دفة هني وهذا شوي نودي وين هني طبعا لازم أنتبه إن الأسلاك هاي ما تنفصل لأن الأسلاك هاي لو انفصلت خلاص ما في القطار ما راح يتحرك بالطريقة هاي الحين في وايد شوي عراقي مش وايد مش شوي في وايد عراقي وايد عراقي لأنك سوي يحرك نفسها في نص المدينة أول هالشكل أولها أولها بيقول لك أنت الشكل للقطار ما لك نص نص فبالتالي لازم نطوف القطار بشكل حلوي يعني شوفوا القطار لا يمهني الآن القطار اللي هنا أنا أقدر أتصرر فيه بطريقة ثانية أقدر أن نزله عن طريق مو بجبعة طريقة هاي عساس يناسب باقي القطار شوفوا ها كله عساس أحط شو سكة قطار واحدة أوكي هذا راح يدعم الجسر ما نبغى يدعم الجسر لأنه شكله بيكون خائس وبس نبغى ننزله من وين من هنا ما نحافظ على المسافة نشوف أنه يكون سيدي قدر لما كان شوفه تغير شكله بالكامل على الحين استوى موايد أحلى بس إذا شوي أحس أني أرفع من هنا العمود وبعدين أرفع هذا كامل بيكون موايد أحلى الخطار شوفوا بس هنا هنا في النص هذا خلنا أرفعه شوي أبغى ينزل بشكل سيدي قدر لأمكان مش مشكلة إني بعد برفعه من باقي الأماكن ما صير يتعدل يعني أوكي الحين نوعا ما مقبول أنه نختار يمشي معه تدرج المنوء الصناعية هاي شوفوا شوي مقبول أكثر وممكن أني أوصله جدا في هالمكان بالطريقة هاي شوفوا يبقى هنا نميل القطار هذا بالطريقة هاي ونميل أسكه بالطريقة هاي الحين بتبقى عندنا مشكلة ثالغة نحن نسوينا شغلتين الحين خلنا نوصل أول شيء بالشهر العام الشهر العام القطار هذا راح يسبب لنا عزمات ومشاكل وهذا لازم نشل مع الوقت من هنا أساسا لأن هذا الشارع راح يكون بس ما علي خلونا نشوف بنحطي الخطار من هنا لين هنا ثاني اوكي وبننزل مثلا بالطريقة هاي بتوصل متوصل وبنميل للقطار بالطريقة هاي فهذا صار عندنا قطار موصول بسكة من الطرفين موصول بهذه سكة موصول بسكة ثانية بس هاي السكة شو مشكلتها الحين هاي سكة مشكلة الأساسية عندنا في قطار يوقف فيها خلا راجعه الطبيعي اوكي الحين هاي الأرض لازم عدلها هالحين هالأماكن أكثر أماكن يمكن ما تتعدل يوم تتعدلون شيء نفس هذا بس الحمد لله تتعدل خبرتي مع هالأماكن الله لا يوريكم خلنا نرفع هذا شوي خلنا نرفع هذا شوي شوي نرفع زين عساس أن القطار يمر من تحت هذا توية شوفي أنا ما شفت قبله عدل ما مشي القطار هذا بالطريقة هاي شوي أحسن من أول شوفوا دام العمود ما يضربه أمورة طيبة لأن القطار يمشي تحت العدود شوفوا الحين هاذ القطار ما ذل هل راح يستخبر الناس ولا ما راح يستخبر الناس لأنه في عنده مجموعة مواصلات هني بعد يقدرون يستعملون هالناس ترى مواصلات هالناس يستعملون فيقدرون يون عن طريق المترو يروحون يقدرون يروحون عن طريق البحر بعد يذيبون اللي هو شال سبعة خلنا نشوف كم واحد في الكل يام ولا ثراث ميلا الحين ننزل والحين الطريقة الثالثة اللي أنا أباء أني أنا أدخل بطريقة من الطرق خطار في النص المدينة بالغصب اللي هو قطار الناس قطار يشل للناس ممكن أحطي هني والله مشروع تصدقون إذا حطي هني وحطي ممشى من تحت الجسر أقدر أحطي ممشى بيكون وائد وكي أيوة والله مشروع خلوني أحطي القطار هني بس الحين تحدي ثاني تحدي ثاني أني أنا أقدر أيب القطار هذا هني سكت الاخطار هذا بروح التحدي لأن الحين إذا أنا مثلا بيب سكت الاخطار من هني ما أقدر أمدها سبت الشارع اللي هني على سبيل المثال الشارع نقول بنرفعها مم مشكلة بس حتى إذا يبنى من الوسط لا لاحظة من الوسط مشروع تصدقون إذا أضع في الشارع اللي ما يستعملون كثير ناس صبر 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 أظن أني تستوي بطريقة حلوة بيب الشارع هذا اللي ما يستعمل الناس كثير من زين وراح أغير هذا الدور إلى الشارع الصغير حلو وبايب القطار ما هني لين صبر خليني لغي هذا ونرد نحطي الشارع من أول وجديد وكي هل تغير شيء الله أعلم بنحطي سكة الخطار من ونهني ما ما أقدر أحطي خطار بس أقدر أحطي أوكي نازم رفعة من هني لين هني أقدر أحطي في الطريقة هاي خطار بعيش حياتي بس ما بقدر إذا أرفع أحبة زيادة وحطي هني ما أقدر ما أقدر بعد يبالي شيء يخليه الخطار إنه فوق سكة نزلتها واسمعها رايل أوفر رود بس ما كان مسحتها لإنه يسوي هذا معناه إذا أنا أقدر أقدر أطوف بشكل سليم وسط المدينة نازم أكسر كما شيء من الآخر أعطيكم إياها من الآخر يعني أقدر أنزل من تحت أنا ما برى الخطار يوصل هناك أساسا فأنا شو بسوي بحاول عيب الخطار من هذا الزاوية بعد في شارع بعد في مليون شيء لأن أنا محتاج أشل الخط من هذا فأقدر أسوي بطريقة هاي أساسا أقدر أسوي بطريقة هاي أوكي نايس نزل ليني 12 يمكن ونزل هني إلى الأرض أوه يستوي أوه يستوي يا جماعة هذا معنى أنا أقدر أوصل هنا أختار بكل أريحية نايس بس أبقى أشوي أخلي سيدة والله شوية أسهل مما أنا توقعت بس ما استوي مرتب نفس ما أنا كنت أبقى لحظة كنت أبقى بالعكس الآن ممكن نستعمل الشارع بالطريقة هاي صح خلا نشوف الناس اللي تنزل الناس اللي تطلع شوف الشوي لازم أرفعه بحيث أن الليتات ما تكون في الطريق أوكي فوق الليت بالضبط أرفعه منفروض هذا يكون أوكي الآن هذا على الليت ولا فوق الليت خلنا نشوف هذا لو أرفعه شوي يستوي شوي مش شوي يستوي ويد انسيابي أكثر شوفوا والحين نقدر نرفع هذا لأن هذا بعد ما أخرب شوي الانسيابية شوفوا يا سلام يا سلام شوفوا الخطار انسيابي خطار انسيابي سكة انسيابية نايس نايس إذا أقدر أشبك بعد سكة ثانية ووو تصير مش مش بوكة لأنها مش سيدة بس من ميزات اي موت إذا أقدر أسويها بما فيها كفاء أيوة أيوة هاي مش بوكة مش بوكة شوفوا شبكنا لتجاهن نايس هالحين أقدر أسوي للختار الداخلي شوفوا يعني هالحين الغطار منفروض أن أقدر أسوي نكتة التوصيل إن شاء الله ولا شي غلط استوى من أول مرة استوى عندي نكتة بين الجامعة وبين الغطار نزيل هالحين باش الممشى اللي مستعملين في المدينة طرين الممشى طر نحن نزيل ألزقه في الأرض من زيل بطلع ممشى من تحت الشارع العام اللي إن شاء الله يرضى يطلع أيوة لين هنا من تحت الشارع العام من هنا إن شاء الله يرضى مكان صعب والله بس زيل عندي التول أوكي أقدر أشوف فعليا ما شفت ويد بس وننزق هذا هنا الثاني ما يبين فما بعمل الراس يويد إذا كان سيد ولا بعيد لا ولا بعيد فالحين توصل في الشارع ها الحين ممشى على طول من هذا ينزلون من القطار مكان بعد ما في تلوث يعني مكان زين للجامعة واللي هو مفروض الحين أنا أوفر لشي ثاني أيوة نقطة توقف بسط وين الباص هذا الباص حطينا نقطة هني حطينا نقطة مش موجود الصوب المترو على الشارع العام أبقى رجعه من مكان خارجي تم ما يسوي الزحمة إلى من إلى المطار لا بوقفة هني بعدني بعدين برجع هني أو بيرجع من الشارع الفاضي هذا ما بيرجع مشارع الزحمة شوفوا صار عندي قطار واختار هذا حاليا شغال بين أوكي في واحد ركب الخطار خلينا وقف الخطار في حد في واحد نويس نويس معنا صار عندي قطار قطار ما عرف كيف اركبت السراحة بس اركب اركب شوفوا هي اقتار ثاني رايح بعد في cupcakes اضعني بتروح للشحن بعد أووو طريب طبعا هذا شيء مش وايد عملي لأنه اذا استود زحمة خطارات هي ما رح يمر الموضوع على خير لأنه رح يوقفون يبال توسعات وغيرها بس أنتو شوفوا كمية المواصلات اللي موجودة في المنطقة بحذ ذاته شي كبير يعني الكمية الشربكان الموجود على البحر هذا فوقه مش طبيعي كمية مش طبيعية ترى فعليا مش طبيعي وقاعدين نسوي مكان حق كل شي وبعد ما حطينا المطار وضمن المخطط حاليا كان مطار هالي حلقات بس المطار كنت فكر خليه هني دولي بس شفت عندي مساحة فاضية هني بل بستغلها يعني اذا بسوي شحن بحري هني ولا شي اوكي بس حاليا اقدر احطي مينة هني احول مكان مينة واستغل المطار نفسه في امور ثاني والمطار مفروض ما ياخذ المساحة الضخمة لا لا المطار ياخذ المساحة الضخمة انا اسف اوكي بسوي شارع ثاني وحادي الاتجاه بالطريقة هاي بالطريقة هاي بالطريقة شو ومشكلة هذا بنسوي تي بنسوي تي بنعكس اتجاه العيون المطار مزين ونبع نحطي هني مطار المطار هذا راح ياخذ مساحة كبيرة ولازم احفظ التحديد الحين عدل لان اذا ما احفظت التحديد عدل بخرب الدنيا اذا سويت هني مطار فمن الافضل اني ما اسوي مطار هني حاليا لان المكان مزحوم من الاخر الا اذا لعبت على سكة المترو اشل سكة المترو من اهني واعدل الشارع واحطي مطار ثاني اهني في نفس المكان بس حاليا بامسح هذا ما راح استعمله اوكي وراح افكر اني احطي المطار بالاحرى فوق المدينة وايب خطار ثاني اهني لانه بيكون مكان بعد مش سيء وايد حق مطار بس مش جيد وايد لانه في كمية ازعاج شوفوا المطار في كمية ازعاج فاذا احطي المطار فوق بيكون فنان بيكون بعيد عن ازعاج الشارع الرئيسي اللي ما بنبني هنا يشايف عليه غير تجاري عند المطار هنزيل انا عيبتني فكرة المطار هني اكثر فبيحاول اني احشي المطار ولا احطي بالاحرى غصب وسط هالاماكن شوفو في شارع فوق هاي اللي يمر شوفو انحطي هني غصب مطار اوكي بعد ما احطي المطار فسوي شي ثاني صبر خلي نحطي شارع اه باربع سيدات ونشوف كيف نقدر نحطي المطار هني سلوب تو ستيب تو ستيب هني اقدر احطي هنزيل اقدر احطي هني وهناك يقول لي وايد انازل شوفوا بعيد ما بيسوي وايد حشرة هنزيل وفي نفس الوقت مكان انار والله خلونا نرفع هذا هنزيل خلونا نرفع هذا المطار احني بالطريقة هاي وبحاول انزل الشارع داخل المدينة بما ان المطار اللي الحين مش موصول الطريقة هاي مش اوكي الشارع نقدر نرفع شوي عن المستوى لا 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 بنشل هذا بنزل لين هني بالطريقة هاي وبطلع هذا من هني لين وين هني بوصره في الشارع هذا خلاص بالطريقة هاي زين انا انا شو حط نوعين ولا هذا في شو مالسياكل صح اوكي اقدر احطي بعد الدخل للمطار من الصناعية هني شوفوا هني استويتعدد المداخل هنزيل نحطي بالطريقة هاي ونلين الارض شوية طريقة هاي ونحط الشارع فوق بالطريقة هاي ونقدر نسوي حركات شوية خفيفة خفيفة بالطريقة هاي الشارع اكبر اوكي نقدر نخلي الشارع بصلا ضخم اساسا بس ما نحتاج ننزيل الحينش المطار هاي بماي خلا نعطي ماي المطار بنحطي عند المطار شوي خدمات خدمات المطار هي الغير لان اول شي لازم اغيرها الشارع الاربع الشوارع احطي هني الشارع واحد في الوسط بوباص اوكي الشارع هذا لازم بوباص عشان ببساطة هني توقف نحن عندنا مطار مطار لازم ينزل ناس يوقفهم ناس تبتيت شوفوا الدنيا شوفات وغيرها لازم يوقفهم ونفس الحركة بنسوي هني داعمة للمطار بوسع الجسم شوية خلنا وسعها اذا لم اقول لكم بسوي خلنا سوي بوسع المكان هذا شوي اوكي بالطريقة هاي وبنسوي حوله شو دعم بالطريقة هاي وننزل عقب شو تحت وهني نقدر نتحكم بكمية بعد ما نرسم لهذا نقدر نتحمل نتحكم بكمية اللي نشله من التراب لانه خلاص حددنا لنبا وخذنا لنبا بالطريقة هاي نقدر نسوي واللي يغلط ويان هني عادي ترى نقدر نسوي طريقها شوي نرجع الاراضي الضائعة وهني نفس الشي نرجع شغلات الضائعة شوي 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 نرجعهم وهني بعد نلطف الجو وهني الأجواء ونسويه بالطريقة هاي الآن المطار محتاج مجموعة الشياء منها مواصلات أول شي صار عندنا السدمة للمطار وهذا على أساس أن الآن نشوف بالنسبة لي أنا أنا نشوف أحاط أن هذا الشال المطار نزيل خلنا نشوف أنا بالنسبة لي هذا يدعم كفاءة المطار يعني أنه مبنائي فوق الجبل أنه ما يطيح أنا أتصور يعني سوونه بالطريقة هاي على فكرة هذا سر الأسمنت الزايد في الجبال وهل ما كانوا تروحون الحين كل الأسمنت مشبك فهذا المبدأ أساسا مننا نزيل الحين هذا كمية بلنا ناس ما قلنا هذا كارغو نزيل بلنا كارغو وإني أنا مسطل وبنيت مطار غلط فلازم أمسحها وأحطي المطار الصحيح نزيل اللي هو هذا واللي هو أرخص واللي هو ياخذ مكان أقل نزيل هذا لأننا مسطل نزيل فالحين هم كل هم استانس تشوفوا الحين بنحتاج ويد أشياء بنحتاج بزنز أكثر بنحتاج شغلات أكثر لأننا صار عندنا في النطاق مالنا اللي هو هذا كارغو ايربورت اللي هو حق البضايع ويستوع عندنا المطار اللي يشل ناس نزيل خلنا أني باس لأننا نحن نشويون وقفات باسات صح خلنا أني بالباس نوقف الباس قبل وبعد المطار بشوي على أساس ما يزعج الناس ونبأ الشارع ما يكون في زحمة كثير وقريب أقولكم على نفس النقطة هذه نزيل ونبأ الشارع عند الترام قريب الترام ونبأ نمر في الوسط بعيد عن الناس كلها بعد خليه يطلع برعة من هنا زي ونبأ مقامل من هنا ونبأ الباس يرد يوقف من هنا أي واسارة طريقة صحيح يوقف هنا خلال لفة في المدينة والحين نقدر نسوي مجموعة أشياء منها الترام الترام وحدة من الشغلات اللي بسويها أنا أن الترام هذا بيكون هنا فيه إشارة مؤقتا ولا ما بقدر حتى الإشارة هاي أني أسويها ترام الحين محتاج أرجع الترام شوي ورا طبعا أكثر طريقة عملية أني أسوي هاي الحركة هاي معنا مش فعلية ترى لأنه شفوا أسوي لمشاكل أوكي بس بتسمح لي أني أشبك هذا في ما يستوي ما يحصلش ما يصورش معنا لازم أشلها الشارع من مكانه أبا أشل الشارع هذا من مكانه نزيل لحظة الصبر الحين أنا أخذ ربط الدنيا هنا في الترام نشوف شو الوضع خلنا نحرك الترام مرة ثانية جدام لنفس المكان اللي كان فيه أوكي أوكي أشوف أوكي رد طبيعي ولا أنت طبيعي ولا مش طبيعي أحدد لموقفك ما علي إذا تم يشفر ببدل الموضوع عن زين إذا تسالف بالطريقة هاي فلازم أطلع عبا أوصل الترام للطيارة بالترام هذا نزيل أقدر أوصل بالطريقة هاي لحظة صبر أقدر أسوي هني ما مشه ترام الأول يوصل في هذا بالطريقة هاي حلو هذا يلف ويد أكثر عن السسمة نزيل نزيل أنا ويد لفيته يلف ويد أكثر عن سكة الأخطار الطريقة هاي أقل أقل لفيته شوي لحظة لأن هذا ما للمطار بيروح تجاهين نزيل 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 الترام هذا بيكون من فوق ما بيكون تحت الأرض فاللي بنسوي بيكون تسعة وبيواجه شوية حناعات بالطريقة هاي وبنحط إنه ترام اللي هو فوق الأرض بالطريقة هاي وبيتوصل أوكي هذا أول ترام بيكون بالطريقة اللي هي هاي العادية طبيعية والطريقة الثانية اللي هي هاي أشوف متوصل هي متوصل اللي هو راح يسير وين تحت منه تحت الأرض بس نباني شبكة بزاوية طيبة خلنا نحطي هني أي أي شي طف خلنا نكسر عساس نقدر مش بكة تحت الأرض زين الحين بنعرف إذا بيتوصل ولا أترام ما يبالي شي فالحين بدخل على الترام نفسه بوصل أول نكطة هذه في هذه بحطي في هذه وبرج أفوق النكطة الثانية أبقى أوصل هني هل راح توصل لا لأن اللفة اللي تحت غير مشبوكة شوفوا اللفة اللي تحت ما 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 شبكت فاللي محتاجين نسوي نسوي اللي محتاجين نسوي نكسر شوي من هنا وعلى طول نزل تحت يا حبيبي ننزل أوكي الحين مفروض أن يتوصل ترى لنش النقطة اللي ما باها لن أحط نقطة يديدة هيا توصل نايس نايس الحين استوى عنا بطريقة هاي ننزل الماء خلا أرحمهم بس الحين هاي من باب المواصلات في بصار وفي ترام عفكرا كنترى ما وصل مصاب الثاني بعد من روح بس ما وصل معرف ليش لسبب مريب عنزين فالحين هذا بيشل واحد حلو وهذا بيشل مية واربعة خمسين واحد نايس فالحين عنا كمية مواصلات في الجزيرة مش طبيعية صراحة يا فكرة وكل بصوب ومحطة القطار اللي موصل هني بصوب هتختار شل لحد هني شل 616 واحد نعم هذا معناه هذا بعد يساعد في زحمة الجامعة شوفوا طلاب عندي طلاب عندي 600 طالب من 1300 طالب الحين بس أن السنين تمظيم الجامعة بقى تلفي العادة بستوي جامعة قوية بس الحين شوفوا صار عندي مطار صار عندي ويد أشياء الحين نقدر شوية نعبي هنا المكان تجاريا لنأعتقد المطار تجاريا جميل إذا فيه إشياء تجارية صراحة جميلة بحطي دكاكين هنا دكاكين صغيرة عادي بتتوي زحمة أنا ما أقول لكم ما بتتوي زحمة أنا عارف خلي بتتوي زحمة عارف تتوي زحمة بس أحسها بس فنات لازم دكاكين عند المطار بس ما عندهم شي ترى يعني لو تقولون عندهم شي ترى ما عندهم شي يساعدهم يعني بس إذا وصلنا هالي النقطة بهاي النقطة راح يساعدهم أكثر وايد أكثر نزيل فيه هنا برج مراخبة ما فيه بس عادي هنا نقدر بعد أن نحطي من نوع من أنواع الخدمات نقدر نحطي هليكوبتر اللي بيساعد المدينة كامل ما المطافي فخلنا نحطي يلا بسم الله اللي هو ما راح يكون رخيص ألف وشوي كان الفاربعمية شوفوا بس هذا الحين أي وقت يحتاجون في عنا أبراج مراقبة بتساعد المكان كامل أول برج بحطيه في نص الحديقة لأن ما حد بينتبه لنا برج ولا على زاوية الحديقة من زين ثاني برج بيكون في نص في الصناع خلنا نشوف وفي قمة الصناعية عند الأويل وبالطريقة يكون غطينا من تقريبا المدينة كاملة وردي مال الجسم عندهم مال الجامعة عندهم وحطينا لها من حد آخ أن التصميم هذا أن الواحد يحشر الأشياء مش بالسهولة المهم على فكرة وقت الحلقة خلص لا تنسوا اشتراك وشير وليك وسبسكرايب وكنا ما بعض الرحلة هاي وإن شاء الله تشوفكم في حلقة خادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته